أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني التوحش الإسرائيلي ضد المدني الفلسطينيين يزداد ويغطيه الصمت الغربي على المستوى الرسمي والمؤسسي وكلما زاد التوحش الإسرائيلي زاد وضوح ازدواجية معايير الغرب تجاه حقوق الإنسان وانحيز مؤسساته السياسية وأدواته الناعمة بصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي ولو ضدا على مبادئها وسياستها المعلنة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين تحديدا يؤكد مدى حرص الكيان الصهيوني على إخفاء الحقائق وإسكاة الشهود لمحاولة تمرير الرواية الإسرائيلية للأحداث وخاصة من خلال تضخيم خسائر دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصوير الحرب كما لو أنها تحدث بين فريقين متكافئين في القوة ازدواجية معايير الغرب تجاه حقوق الإنسان تعد من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة ويقصد بزواجية المعايير في هذا السياق تطبيق معايير مختلفة على شروط التضامن والإدانة بناء على المصالح السياسية أو الاقتصادية ولكن بالمقابل تكبر الفجوة بين الموقف الرسمي والغربي وبين موقف الشعوب فالقضية الفلسطينية تشتد وضوحا في ذهن الرأي العام الغربي لدرجة قد تكون مؤثرة في المواقف السياسية لهذه الدول دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية وتقويض أسباب الحياة والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والاستيلاء على الأراضي والفصل العنصري جرائم مدانة في القوانين والأعراف الدولية إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الفاعل دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي مؤسسات الغرب بغض بصرها عن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بل تقدم لها الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي اللازم للاستمرار في سياساتها ولعل أكبر داعمي دولة الاحتلال على المستوى العالمي هم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العكس من الموقف الرسمي لدول ومؤسسات الغرب تشهد المواقف الشعبية تغيرا تدرجيا وخلال العدوان الأخير شهد الرأي العام الغربي تحولا مهما في موقفه من القضية الفلسطينية حيث أصبح أكثر تعاطفا مع الشعب الفلسطيني وأقل تأييدا لإسرائيل ويتضح ذلك من حجم المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في مدن الغرب تحديدا وقرارات بعض العواصم منع المظاهرات للرغم من تعارض هذه القرارات مع قدسية حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي التي تدعي دول مثل فرنسا رعايتها ومع ذلك فقد منعت المظاهرات في باريس لأسباب وهي على الرغم من القيود التي تفرضها بعض وسائل التواصل الاجتماعي فقد سمحت ثورة الاتصالات للناس من مختلف أنحاء العالم بالتواصل وتبادل المعلومات حول القضية الفلسطينية خارج الأطر الرسمية والتقليدية الملتزمة بالرواية الإسرائيلية وقد أدى ذلك إلى زيادة الوعي وتعزيز التعاطف مع الشعب الفلسطيني بحسب إحصائية نشرتها قناة تلفزيونية إسرائيلية فإن 83% من منشورات الإنترنت المتعلقة بالحرب هي ضد إسرائيل وتسعة بالمئة فقط لصالحها ومقابل كل تقرير إيجابي تجاه إسرائيل في مواقع الأخبار الكفرة هناك ثلاثة تقارير سلبية عنها ومن بين مئات آلاف المقالات لا يدعم إسرائيل سوى ثمانية في المئة منها وكلها أرقام لم تكن متوقعة بحسب المراقبين فإن التغير التدريجي الإيجابي في المواقف الشعبية تجاه القضية الفلسطينية يمكن أن يتطور حتى يصبح أداة فاعلة في سياسات الدول الغربية ومؤسستها فكلما زاد التعاطف مع أبناء الأرض وتراجع التأييد للكيان المحتل زاد الضغط على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر دعما للشعب الفلسطيني أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب بضيوفي لهذا المساء هنا في الأسدو معنا الأستاذ سليم سليم الكاتب والصحفي الفلسطيني مساء الخير مساء الخير تحية لك أستاذ آسيا ولكل أهلا بك وسيكون معنا أيضا عبر سكايب المعتصم الكيلاني مختص في القانون الجنائي الدولي مساء الخير أستاذ معتصم مساء النور يعني والسلام أنت وزميل عديد أهلا بكم وبكم سيادتنا المشاهدين أبدأ معك أستاذ سليم يظهر جليا اليوم ما الذي تقوم به إسرائيل من توحش واضح ضد المدنيين الفلسطينيين مع تغطية كبيرة بصمت غربي لماذا برأيك؟ نعم يعني هو إنجازة تعبير تواطع غربي هذا كم من اللحظة الأولى كان هناك كتلة غربية تدعم إسرائيل ودائما ما تقول هذه الكتلة الغربية العبارة التالية ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هل كل ما يجري في قطاع غزة هو الدفاع عن النفس أم تجاوز الدفاع عن النفس أم هناك خطأ في استعمال هذه العبارة إذا ما يريدون الحديث عن دفاع إسرائيل عن نفسها ما يحدث في غزة هو إبادة جمعية تشارك فيها هذه الكتلة الغربية لكن بعد أكثر من سبعين يومنا نتحدث عن تشقق وتصدع في هذه الجبهة الغربية الداعمة لإسرائيل رأينا هناك دول باتت تتراجع تشعر بالحرج نتيجة الإبادة الجمعية التي تقوم بها إسرائيل وإيضا تحرك في العالم لسيما في دول الغربية من قبل الجماهير الغربية لإدانة ما يحدث في قطاع غزة هذا هو ما ذكرت بأنه هو التواطئ وليس فقط تغطي على الجرائم ومشاركة بطريقة أو بأخرى من قبل بعض الدول الغربية نعم إذن بالذهاب إليك أستاذ المعتصم يعني بتصويت واحد لدولة وحق الفيتو لم تتوقف أن نيران في غزة على العكس ازدادت ضراوة في الأيام الأخيرة يقل أن يكون القانون الدولي ومجلس الأمن وبعثات الأمم المتحدة مجرد مشاهد لمسرحية تخدم فقط الاحتلال الإسرائيلي طبعا مع كل نظام الدولي يخدم إسرائيل ويخدم آلة الحرب الإسرائيلية اليوم مجلس الأمن بهذا النظام الموجود وهذا السيستم الموجود فيه وحق الفيتو اللي حسب المثاق الأمم المتحدة حسب الماتي 25 اللي أعطى للدول أحد الدول الخمسة أن يكونوا صاحب القرار في رفض أي قرار يتم إتخاذه عبر مجلس الأمن أصبح هذا الحق الفيتو أصبح عبء كبير على مجلس الأمن وعلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأصبح عبء أيضا على النظام العالمي والنظام السلام العالمي اليوم النقطة الأساسية أنه مجلس الأمن حسب نثاق الأمم المتحدة هو وضع من أجل السلام وحفظ السلام والأمن التوليين اليوم مسؤولية مجلس الأمن الأساسية هي تحديد زمان وكان نشر عمليات حفظ السلام والحفاظ على السلام في العالم اليوم من المستحيد في ظل وجود هذا النظام العالمي وأعطاء بنت حق الفيتو حسب المثاق الأمم المتحدة المادة 23 والمادة 25 أصبح عبء جدا كبير لابد من تغيير المظام العالمي اليوم مع حرب غزة بالتحديد هي فاصل واختبار حقيقي للأمم المتحدة ولأليات الأمم المتحدة ولمفاهيم حقوق الإنسان في حال استطاعت هذا النظام العالمي الحالي الموجود إيقاف الحرب ومحاسب الإسرائيل سيبقى ما يسمى الأمم المتحدة وفي حال فشلت الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن والجمعية العمومية من إيقاف تلك الحرب أعتقد ستكون تلك الأيام الأخيرة لما يسمى الأمم المتحدة نعم إذن أستاذ سليم نتحدث لو عملنا زوم قليلا على الأحداث ووجدنا كيف أن إسرائيل تستهدف الصحفيين بأذات وابع وواضحة عدد كبير خسرتهم فلسطين منذ السابع من أكتوبر حتى اللحظة وآخرهم مصور الجزيرة سامر أبو دقة ونتمنى أن يكون آخرهم كيف تم استهدافه وتركه دون السماح بإسعافه ما سر هذا التحديد برأيك؟ نعم إذا ما نتحدث عن إحصاءات الحصيلة تحدث حتى اللحظة 92 شهدة صحفيا في قطع غزة على مدى 70 يوما هذا العدد وهذه الإحصائية لم تحصل في الحرب العالمية الثانية التي استمرت ست سنوات يعني عدد هائل وكبير جدا من الصحفين آخرهم كان زميلنا سامر أبو دقة مصور الجزيرة الذي استهدف هو أيضا وائل الدحدو حتى نأت أدياتهم عملهم الصحفي في إحدى مدارس جنوب قطاع غزة في خانيونس تحديدا كان هناك الكثير من الاستغاثات والنداءات على مدى ساعات طويلة يعني سامر أبو دقة لم يستشد فورا كان ينادي وأيضا الجزيرة تتدخل زملائه يحاولون عمل تنسيق في محاولة الوصول إلى سامر في محاولة لإنقاذ حياته ولكنه بقي حتى ست ساعات وقوة الاحتلال لم تقع في جريمة قتله بل أيضا في عدم إنقاذه لأنه أكثر من ست ساعات وهذا فقط نتحدث فقط عن حالة هنا أستاذ آسيا يعني نتحدث عن 92 شهيد صحفي طبعا هم من المدنيون وتتحدثين أيضا عدد كبير وهائل جدا وصحفي يعني عليه خط آخر غير أنه مدني نعم يعني لا نتحدث فقط عن الصحفي أيضا الطبيب المهندس رجال الإطفاء أيضا تعرضوا مثل سامر إلى القتل بطريقة بشعة في ذات الحادث يعني هنا توحدت الصحافة مع رجال الإسعاف والدفاع المدني من الواضح بأن المدنيون في قطاع غزة كلهم مستهدفون إسرائيل تستهدف فقط للمدنيين لم نرى استهدف للمقاومين لم نرى إسرائيل تقدم أي فيديوهات أو دلائل أو إحصاءات بأنها تستهدف حركة حماس وهي تقول بأن هذه الحرب تستهدف إسقاط حركة حماس وتحرير الرهائن حتى المدنيين الإسرائيليين قتلتهم أو حتى نعم المدنيين الإسرائيليين أو المحتجزين الإسرائيليين جاز التعبير لأنه منهم ربما عسكريون خرجوا رفعوا الرأي البيضاء يقولون لجيش الأحتلال بالعبري ينقذونه فقامت قوة الأحتلال ظلم منها بأنهم فلسطينيون بقتلهم هذه الحادثة التي جرت قبل عدة يام فقط في الشجعية وهذا الأمر أثار ضجة كبيرة في إسرائيل إذن الجيش الإسرائيلي وجيش مجرم لا يفرق بين مدني حتى لو كان مدني إسرائيلي ستقتله من الواضح أن إسرائيل حتى غير مبالية لمحتجزيها الموجودين في قطاع غزة لأن شنت هذه الحرب منذ السبع من أكتوبر وكان هناك المئات من المحتجزين داخل قطاع غزة غير مبالاة حتى لمدنيها الذين كانوا محتجزين داخل قطاع غزة إذن بالعودة إليك أستاذ معتصم كنا نتحدث في بداية الحرب عن ازواجية المعايير لدى المجتمع الغربي ولكن حقيقة اتضح أنه لا يوجد ازواجية معاييره إنما هو معيار واحد انكشف واتضح بالنسبة لهذه الأنظمة وانحياز واضح من قبل مؤسساتهم السياسية وأدواتهم أيضاً الناعمة والخشنة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي كيف ظهرت بهذه الوحشية؟ طبعاً مع كل أسف اليوم الحرب في غزة كانت كشفت وجه حقيقي صراحة للتعبير وأصبح هذا التعبير متداول موضوع ازواجية المعايير وخاصة أنه نحن شفنا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2021 كان فيه نشوة لحقوق الإنسان بكل صراحة لمؤسسات حقوق الإنسان لمعايير حقوق الإنسان لآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني لأهمية القانون الدولي لحقوق الإنسان في التصدي للهجمة بين قوسين البربرية الروسية على أوكرانيا وكل دعم أيضاً تلك العملية عملية الدعم الحقوقي لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا وتم تفعيل جميع الأجهزة والآليات الدولية المختصة بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والتي نؤمن بها لكن اليوم عندما أتى العدوان الإسرائيلي على غزة أصبحت تلك الأدوات غير مفاعلة بكل صراحة يعني يشعرنا بالعار من تلك المؤسسات بكل صدق التي دعمناها طيلة بكل الحروب والتي بآخر اختبار كان حرب أوكرانيا لكن اليوم ونشوف أنه هاي المؤسسات اليوم عم تتعامل باستواجية يعني على سبيل المثال المدعي العام لمحكمة الجنالات الدولية عندما يقبل مباشرة بفتح تحقيق في غزة في عفوا في أوكرانيا ويصدر متكرة توقيف دولية بحق كوتين بطريقة سريعة جدا بعكس ما كانت المطالبات 11 عام نطالب المدعي العام لمحكمة الجنالات الدولية خاصة للجرائم المتكفة في سوريا لكن لا حياتها لمن تنادي أتت الحرب في غزة وهناك مؤشرات قانونية لصلاحيات محكمة الجنالات الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم يكن هناك التفاعل الإيجابي المطلوب الملزم للمدعي العام لمحكمة الجنالات الدولية وحتى لقاليات الأمم المتحدة اليوم في ازدواجية موجودة حقيقية أصبحت لكن إذا بتلاحظوا بدأت تنكشف تلك الازدواجية وبدأ هناك ضغوط شعبية أكيد سنتحدث عنها لاحقاً لكن اليوم الأشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا على موضوع الازدواجية المعايير وخاصة الحقوقية والأخلاقية بالحرب ومقارنة الحرب بأوكرانيا والحرب في غزة أعتقد اليوم بدأت تنكشف تلك الوجوه وتنحسر تلك الدائرة ويتم تضييق عليها لكشف الانتهاكات الجسيمة القانون الدولي وقانون الدولي للحقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة إذن أستاذ سليم كنت تحت الهوى تحدثني أو تريد أن تحكي لي قصة منطقة معينة هي شاهدة أسوأ عنف ممكن أن يتم الحديث عنه من قبل التواحش الإسرائيلي خلال الفترة السابقة قد تفضل هنا أستاذ آسد دعيني أخصص عليك قصة حقيقية حصلت في حي الفلوجة إلى الغرب من مخيم جباليا هذا الحي تعرض إلى دمار هائل يعني بيتنا يقع في حي الفلوجة هذا الحي الصغير إلى الغرب من مخيم جباليا هناك أستاذ تيسير النجارة وهو رجل أستاذ من هذا الحي مدني طبعا عندما اجتحت الدبابات الإسرائيلية وجيش الاحتلال المنطقة في الفلوجة استغربوا وجوده في البيت إلى جانب والدته التسعينية غالب العائلة تمكنوا من النزوح طبعا بحكم تزايد الضربات الإسرائيلية والقصف العشوائي بشكل كبير ومدمر وقنابل الفوسفور وما إلى ذلك سألوه سؤالا واحدا لماذا لم تنزح؟ لماذا لم تخرج من البيت؟ لماذا لم تخلي البيت؟ قال لهم انظروا والدتي تسعينية مقعدة لا تستطيع الخروج لذلك أنا بقيت لكي أقوم بواجبها يعني أبر الوالدين فماذا ردوا عليه؟ أطلقوا عليها النار وانسحبوها هكذا كان للأسف المشهد بكل بشعة مرأة تسعينية مقعدة يقتلوها أمام ابنها وهو أيضا ستيني يعني ليس صغيرا بهذه الطريقة وهذا المشهد يدل على إنسانية الجيش الإسرائيلي الذي يتحدث ناتنياهو وقادة الاحتلال بأنه أكثر الجيوش الإنساني هذه إنسانية جيش الإسرائيلي هذا الترويج للكذب أستاذ سليم أيضا دور الإعلام الغربي والإسرائيلي في تضخيم خسائر دولة الاحتلال للحرب كمالا وأنها تحدث بين قوتين متكاثئتين يعني هل ينطلي على العالم كل هذا الكذب؟ بالطبع لا يعني خاصة بعد ما شهدناه في طوفان الأقصى هناك تساؤلات بالنسبة للعالم يوم العالم بات مختلفا الدعاية الإسرائيلية لم تعد تسيطر نعم كانت تسيطر على سي أن أن بي بي سي كافة وسائل أعلام الغربية كانت مصنع كذب يعني تروج الدعاية الإسرائيلية ما يقوم به بتصديره قادة الاحتلال والموساد يتم أخذه ونشره ولكن اليوم بات العالم ينظر بنظرة تشكيكية وهناك الرواية الفلسطينية بدأت توصل إلى الغرب بفعل الناشطين يعني العملية التي قامت بها كتاب قسام وفصال مقاومة في 7 أكتوبر دفعت الكثير من العالم اللي يتساءلوا يعني لماذا قام الفلسطينيون بهذه العملية هل هم إرهابيون؟ ونحن نعرف بأن حركة حماس موصومة بالإرهاب في كافة وسائل الأعلام الغربية وأيضا في كافة مجتمعات الغربية تستطيعين أن تقولي بأن حركة حماس أو تناقشي بناء على ذلك بأن حركة حماس هي منظمة غير إرهابية أو حركة مقاومة فلسطينية تقاوم وهدفها هو تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال طبعا هذه المصانع الإعلامية تروج بأن هذه المعركة وكأن القضية بلشت من 7 أكتوبر لكن القضية الفلسطينية بدأت من حيث عام 1948 شبهوا بأن ما حدث في 7 أكتوبر بأنه هولوكوست جديد لليهود طبعا الفلسطينيين لا يستهدفون اليهود من أجل الدين لأنهم احتلال وأيضا هذا الاحتلال أيضا لم يقبل بالحلول الدولية نحن نتحدث عن دولة على حدود 67 قبل بها العالم هناك مواثيق تنص على حل الدولتين أول ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا دائما ما يدعون إلى حل الدولتين حل الدولتين هل أعطوا للفلسطينيين دولة فلسطينية هل توقفت عمليات الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية داخل حدود الدولة المتحدث عنها دولة عام 67 بالأمس نتنياون يتحدث بأنه لا يريد حتى أوسلو التي جاءت بالسلطة الفلسطينية إلى الأراضي الفلسطينية هو يريد أن يعيد الفلسطينيين قيادات الفلسطينية حتى التي انبثقت عن منظمة التحرير إلى تونس وإلى لبنان يريد إخراجهم من الأراضي الفلسطينية هو يريد احتلال كامل لكافة الأراضي الفلسطينية يعني لا يؤمن وهو يفتخر بأنه أوقف إنشاء دولة فلسطينية لماذا أوقف نتنياون شخصيا وقادة الاحتلال بناء الدولة الفلسطينية لأن إسرائيل لن تتوقف عند حدود 67 ولا حتى عن 48 إسرائيل لديها مطامع إسرائيل الكبرى في أراضي عربية يعني إن كان مصر أو العراق أو لبنان أو سوريا نعم من النيل إلى الفرات العلم الإسرائيلي بإمكانك أن تستشري في هذا الكلام إسرائيل كبرى من خلال العلم الإسرائيلي هناك خطين أي نهرين وفي المنتصف نجمة دود نعم هذا يعني يكشف بشكل واضح بأن إسرائيل تسعى لإقامة الدولة الكبرى لذلك ما يجري في قطاع غزة مفترض على العرب جميعهم دعم الفلسطينيين دعم مقاومة الفلسطينيين لأن غزة هي الأمن القومي ليس لفلسطين إنما للأمن القومي العربي لذلك من المؤسف جدا أنك تشاهد عرب حتى يعني للأسف ليس فقط صامتين إنما متواطئين بشكل أو بآخر نعم إذن أعود إليك أستاذ المعتصم في ظل الأحداث التي تدور على المدنيين وعلى استهداف الصحفيين تحديدا يقال أن شبكة الجزيرة قررت إحالة ملف اغتيار مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل وأنها شكلت مجموعة تضم فريقا يتبع لها خبراء قانوني لإعداد ملف اغتيار أبو دقة لتقديمي للمحكمة الجنائية هل تعتقد أن هناك ستكون نتائج مجدية لهذا الأمر وسريعة لنقول طبعا أول نظرة أساسية ومهمة جدا لذلك اللي يعرفها أنه اليوم الصحفيين هم يعتبروا يقعون تحت ما يسمى الحصان المدنية وهي من المبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي أو ما يسمى قوانين الحرب وتوجب بحسب هذا المبدأ جميع أطراف النزاع باقتصار الاستهداف أثناء الحروب على المقاتلين والأهداف العسكرية في قاتل العرية وبالتالي يحضر بأي حال من الأحوال شن هجمات مباشرة على المدنيين وطبعا مثل ما ذكرت الصحفيين هلين بيستفيدوا من الحماية العامة اللي بيتمتع فيها المدنيين ولا يجوز على الأطلاف استهدافهم ما لم يشاركوا بعمال قدارية طبعا اليوم مطلوب حتى حسب القانون الدولي الأطراف بشكل أنه تتخذ احتياطات ممكنة يتجنب الحاب للأداب المدنيين وقد يحاكم الشخص اللي بيرتكب بلك الانتهاكات الجسيمة للقوانين الحرب إذا ما كان القصد للاستهداف واستهداف المدنيين بما يسمى ارتكابه لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية إما عن طريق العمل مباشر أو التسليل أو المساعدة أو التحريم اليوم الخطوة أكيد مهمة جدا اليوم صار في عنا عدة استهدافات إذا نراجع شوي بتاريخ سبعة تنعش الفين وثلاثة وعشرين منظمة الهومن رايتس وورج وامنستي أصدرت تقرير مهم جدا عن استهداف إسرائيل للصحفيين في جنوب لبنان أثناء تغطيتهم للحرب وأن هذا الاستهداف كان استهداف مباشر واليوم خطوة قناة الجزيرة بتقديم هذا الملف لمحكمة الجناعات الدولية أيضا يؤكد ما بعرف أنا لسه بعد الملفات التي تقدمت بشكل مباشر لكن أكيد يؤكد وجود منهجية لقوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الصحفيين ومن أجل الضغط على الصحفيين والهدف أنه أكيد عدم إظهار الحقيقة اليوم تقديم هذا الملف هو بسبب أن أولا فرسطين مثل ما ذكرت لحدوتكم هي تقع تحت صلاحيات الاختصاص القضائي والتحقيقي للمدعي العام لمحكمة الجناعات الدولية وثانيا بسبب فتحه للتحقيق التاريخ 9-10 فتحه لباب التحقيق عن الحالة الفلسطينية والتحقيقات عن الانتهاكات وعن التمارس داخل الأراضي الفلسطينية أعتقد اليوم جدا هام تقديم كل الأدلة اللي بتشير لممارسات القوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تقع بين قوسين تحت ما يسمى جريمة الإبادة الجماعية واللي اليوم أصبح لابد من يضاح حسب النظام روما الأساسي اختراق إسرائيل لكل البنود والمواد التي تشير بشكل لا قطع فيه عن ممارسات إسرائيل في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية قولا وفعلا وتحقيقها لكل الأركان الخمسة في تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية اليوم أي جهود القضائية تقدم لمحكمة الجماعية الدولية لمحاصرة إسرائيل وملاحقة إسرائيل عن تلك الجرائم يجب أن ندعمه في كل ما لدينا منطاقات أكيد أعتقد اليوم ستكون تلك الخطوة إيجابية ومجدية في تقديم تلك الملفات لمحكمة الجانات الدولية وضم تلك الملفات لطريق التخطيق الخاص بمكتب المدعي العام بمحكمة الجانات الدولية إذا نصد سليم ماذا عن غزة وأطفالها ونسائها وشبابها حتى اللحظة كيف يعيشون هذه الجرائم اليومية وهذا الاستهداف اليومي اليوم أنا كنت في اتصال مع عائلتي بعد عودة الاتصالات نتيجة انقطاع عدة أيام ثلاثة أيام اليوم الثالث على التوالي انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة سواء مع الداخل أو مع الخارج وهذه أطول عملية قطاع الاتصالات السمرت في قطاع غزة منذ بدء هذا العدوان طبعا شاهدنا قطاعات متكررة لهذه الاتصالات الكلام الأكثر بالنسبة للنساء والأطفال ما أردت أنا أحدثك عن عائلتي يعني تحدث مع أمي تحدث مع أختي يعني يسألون متى ستوقف هذه الحرب متى سنصل إلى هدنة يعني أقول لهم قريبا إن شاء الله إن شاء الله هناك جهود يعني فعلا حتى تتوقف هذه الحرب نصل إلى هدنة هذا يعني ينوم عن يعني بالتأكيد ضجر رغم طبعا الصبر الشديد نعم لكن يعني طالت طالت جدا هذه الحرب نعم إلى أنهم غير معتدون يعني على أكثر من سبعين يوم من الحرب عشرات الألاف من الشهداء والجرحاء أنا إذا ما أحدثك عن عائلتي يعني أتحدث لك أنني من سكان حي الفلوجاء في مخيم جبلية طبعا الوالد بقي في البيت رغم الإجتياح يعني لم يكن هناك تواصل معه حتى اللحظة وصلت معلومات بأنه بخير أيضا عمته موجودة داخل البيت الوالدة بعد اجتداد القصف هي وأختي نعني وقصف أيضا الجيران تضرر البيت بشكل جزي نتيجة القصف في نعني بيت جيراننا والمعروفة البيوت في مخيم جبلية هي تؤذر بعض وتتأثر ببعضنا هي ملاسقة لبعضها فالوالدة عندما نزحت إلى مدرسة للاجئين على أساس أنها أكثر أمنا وأمانا بالنسبة لهم قصفوا المدرسة بعد ذلك اتقلوا إلى حيا آخر وهو حي الدرجة في مدينة غزة طبعا حي الدرجة أيضا يتعرض لقصفة ليس هناك أي مكان آمن بالنسبة للمدنيين لا خطوطة حمراء بنسبة لهم حتى بالشمال بالأمس حدثت مجزرة مروعة في مستشفى كمال عدوان عندما جرفوا النازحين وجرفوا الجرحة ودفنوهم أحياء نعم إذن أستاذ المعتصم يعني يحاول الإعلام الغربي وخصة الإسرائيلي تغيير المشهد لصالحهم يعني هل تجد بأنهم استطاعوا فعل ذلك واستطاعوا تمرير كل هذه الكذبات على الرأي العام أم أنهم فاشلوا أيضا في حربهم الإعلامية لا بكل صراحة في بداية الحرب والكل يعني يعرف هذا الشيء أنه لا هنا نجحوا في بداية الحرب بتمرير البروبيغاندا الخاصة بقوات شيش الاحتلال الإسرائيلي على الإعلام الغربي يعني كنا نحن يعني أنا عندما أتابع كنت الإعلام الغربي وخاصة الإعلام الفرنسي والإعلام البريطاني والإعلام الأمريكي أثناء بداية الحرب كنت يعني أصوروا الحرب هي عبارة عن قتال بين القوات الجيش الإسرائيلي ملائكة الحرية وملائكة الرحمن وعمقات لكائنات فضائية وشياطين وللأسف كان الحقيقة غير أنه قوات إحتلال إسرائيلية قوات عسكرية مدمرة كانت عم تقصف المدنيين وعم تقصف الأطفال والنساء استطاعوا بكل صدق وبكل أمانة في بداية الحرب تمرير الرسالة البروبيغاندا اللي أثروا على الشعوب أثروا على البرلمان الأوروبي وهذا كان وهذا دور الإعلام حقيقة دور الإعلام هو إصار رسائل وإضاح ماذا يحدث على الأرض وإيجاد عمليات تأثير حقيقية بما يحدث على الواقع اليوم أكيد استطاعوا في بداية الحرب التأثير لكن اليوم بلشت تنكشف هذه الحق اليوم في تقرير جدا مهم صدر قبل الأمس على الليبراسلون الفرنسية اللي كان عم يكذب برواية قطع رؤوس الأطفال اللي كانت عم تبثة قنوات الإسرائيلية والبروبيغاندا الإسرائيلية اليوم من قول بعد خمسين يوم أو ستين يوم من الحرب مكشفت هاي هذا مهم ما نعطي أبدا يعني لازم نعطي أهمية كتير هذا الانكشاف تلك الكذب أو تلك التروبيغاندا اللي ساعدت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير بقية العام وانتوا إذا بتشوفوا في بداية الحرب يعني كل زعماء العالم وكل رؤساء العالم وحتى كان شعوب وقنوات الإخبارية المحسرة الأساسية في العالم كانت عم تنادي بالحرب على غزة ولدعم إسرائيل ويوم هاي الأصوات أصبحت خجولة اليوم كل دول الاتحاد الأوروبي عم تطلب مظاهرة عم تنادي بإيقاف الحرب عم تنادي بمحاسبة إسرائيل حتى اليوم الأصوات الحكومية الأوروبية أصبحت تنادي بشكل واضح وتشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان وأنه إسرائيل عم تمارس هذه الانتهاكات اليوم في نطاة كثير مهمة أنه قبل الأمس أو في الأمس عفوان صدر بيان أهام جدا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي تندد بالتصرفات الهمجية العشوائية البربرية بين خوسين هي كان البيان للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية لليوم نحن منوجه أكيد كل دعمنا للتصدي للغزو اللي عم يكون على خطأ غزي لكن اليوم كمان ما بننسى أنه في عنا أكثر من 400 قتيل فلسطيني في الضفة الغربية وهدولي عم يتم قتلهم بشكل يومي بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن الإعلام من قبل المستوطنين يعني مش حتى من قبل قوات عسكرية من قبل المستوطنين فاليوم هاي البروبيغاندا الكتير كبيرة اللي كانت ببداية الحرب أكيد اليوم بلاشت تنكشف بلاشت تنحسر بلاشت عمليات الكذب يعني توضح أكثر وشفنا كمان موضوع الأسرة اللي كانت عم تعتقلون إسرائيل وتعريهم على أساس أنه من المقاتلين وكذا يعني هي حتى شاركت فيها قنوات ووسائل الإعلام عبرية هي معارضة للحكومة كانت عم توضحوا هذول أن هذول كذبين يعني هذا الإعلام الإسرائيلي كاذب لأن هذول أولا كان في منهم طبيب حملوا سلاح والنطة الثانية هذول الشرطة يعني بالمشافي فيه دائما يعني أشخاص لحماية المشافي فأنه كانت عم توضح أنه لها هذول مقاتلين وهذول يعني هاي البروبيغندا كلها اللي كانت عم تتمارس أكيد اليوم في جهود كتير كبيرة وبحية أنا عن جد كل الجهود الإعلامية اللي كانت عم تشتغل على موضوع إظهار الحقيقة ومنهم بصراحة قناة الجزيرة يعني اليوم بتصوروا الحرب الموجودة في غزة من دون قناة جزيرة كل صدق يعني للأسف اليوم كان في وسائل إعلامية كتير كبيرة عم تخدم الغرب عم تخدم رسالة إسرائيل وهذا يعني بحزب قلبنا بكل صدق أنه اليوم كان في وسائل إعلامية عربية عم تساعد للبربيغندا الإسرائيلية والغربية نعم في بهاية الأمر هي تتبع دولها وهناك دول عربية للأسف صرحت يعني أو يعني واضح تماما موقفها من هذه الحرب للأسف أستاذ سليم برأيك يعني ما هي إمكانية حدوث هذا التغيير الإيجابي حقيقة في المواقف الشعبية تجاه القضية الفلسطينية؟ هل ممكن أن يؤثروا على سياسات دولهم؟ نحن نعلم أنه في السابق إذا خرجت مظاهرات طواعية تستجيب هذه الحكومات ولكن الآن ما يحدث كأنهم أيضا غير مبارئين بهذه الملايين التي تخرج للضغط على حكوماتها لوقف الحرب على غزة نعم في البداية دانيو ننوه لهذه النقطة التي ذكرها الأستاذ المعتصم بالنسبة للصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لأنهم مقاتلين من حركة حماس وشهدنا العشرات منهم وكانوا مقاتلوا حركة حماس وكتاب القسام والمقاومة الفلسطينية قد استسلموا طبعا تبين بأن هذه أصور كاذبة وهي أصور فاضحة بعض الزملاء الصحفيين كانوا ضد أن يتم نشر هذه الصور أو إعادة نشرها على أساس أنها تهز المعنويات لأشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية كنت من أول الذين يدعون إلى نشر هذه الصور مع استخدام الرواية الفلسطينية الحقيقية والصحية لأن الرواية الفلسطينية تحتاج إلى كذب حتى تصل إلى الناس ويتم تصديقها جميعهم كانوا مدنيهم منهم كان طبعا زميل صحفي لنا وهو في العربي الجديد أعتقد نعم من عائلة الكحلوت ليستحضرني الاسم الأول الرواية الفلسطينية من الواضح بأنها أثرت طبعا وتحدث طبعا أن أضيف بأن الرواية الإسرائيلية استطاعت أن تؤثر في بدايتها نعم نعم وهكذا هو المعتاد بالنسبة للسينان بي بي سي سكين يوز وكثير من وسائل الأمن الغربية والإسرائيلية ولكن هل هي تعرض وهي تقدم رواية الإسرائيلية ولكن هل تؤثر هل يصدق هل ما زال الجمهور الإسرائيلي حتى أو الغربي يصدق هذه الروايات فيما تعلق بالجمهور الإسرائيلي حتى الجمهور الإسرائيلي بات يكذب قياد نتنياو حتى يكذب عندما يقول أنا من الساعة المحتجزين عن طريق النار عن طريق الحرب ساعت المحتجزين إليكم المظاهرات تكشف زيفه يعني عائلات الأسراء يريدون أبنائهم أحياء وليسوا في ثوابيت ويعرفون بأن مواصلة الحرب ستعيدهم بالثوابيت لذلك الحل هو بالجلوس على الطاولة والتفاوض مع المقاومة الفلسطينية وارضوه إلى المطالب التي تتبنىها المقاومة الفلسطينية الإفراج عن الأسراء الفلسطينية لكل مقابل الكل فيما يتعلق بسؤالك أنا أعتقد بأنه نعم استطاعت الرواية الفلسطينية أن تؤثر وأن تصل إلى الناس في الغرب وأن يقتنعوا بالرواية الفلسطينية لأن الرواية الفلسطينية هي الرواية الحقيقية هي الرواية الصادقة هي القابلة للتصديق لا يكون هناك كذب كما شهدنا في الرواية الإسرائيلية يعني فعلا قصص من الخيال يتم نزجها وعلى رأس ذلك من قبل ناتنياو ومن قبل الماكينة الإعلامية الإسرائيلية أنا أعتقد بأنه كمان مهم جدا التأثير في الجمهور الإسرائيلي وكشف كذب قيادة الاحتلال بالنسبة لديه لأن التأثير الأكبر هو للجمهور الإسرائيلي إذا ما تزعزعت ثقة الجمهور الإسرائيل بقيادته وبأن هذا الحرب لا تخدمهم كجمهور الإسرائيل ولا تخدم دولة الاحتلال إنما هذه الحرب سيكون لها تبعات خطيرة عليهم على الأسر الموجودين في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي أيضا على الأمن والأمام بالنسبة للإسرائيل لذلك قيادة تأثير تكذب ثم تكذب على رأس ذلك ناتنياو ليس من أجل الإسرائيلي وليس من أجل دولة إسرائيل إنما من أجل أن يبقى على الكرسي وهذا بات واضح لأن ناتنياو منذ الضربة الأولى في 7 أكتوبار سقط وانتهى والآن نلاحظ بأن هناك أصوات الإسرائيلية تطالب بإقالته حتى يعني يائر لبيد وهو المرشح اليساري الذي يعني يريد يريد أن يترشح لرئاسة وزراء بدل ناتنياو أيضا هناك منافسة آخرية ولكن لأول مرة نشهد بأنه قائد إسرائيلي يطالب بانتخابات في ظل الحرب للإطاحة بنتنياو لأنه فشل في هذه الحرب وهذا الفشل كان ملاحظ منذ اللحظة الأولى ولكن يبدو أننا الآن أمام مقامرة يعني ناتنياو يربح أو يلعب على أساس أنه يريد أن يربح يقامر فيقامر فيقامر كل ذلك على حساب الدم الفلسطيني وأيضا إسرائيل ليست في نوزها في قطاع غزة الجنود الإسرائيليون كل يوم يتعرضون إلى هجمات قوية وجبارة من قبل المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية من الواضح بأنها تبدع في صد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصور التي تبثها كتاب القسام واضحة للعيان تؤكد بمصداقية الكتاب التي تقدم كل الوثائق والدلائل بالتناسب ومع بياناتها التي تصدرها في دلال علامة مصداقية بينما الرواية الإسرائيلية حتى رواية الجيش الإسرائيلي باتت مضحكة ومهزلة أمام العالم عندما يتحدثون عن كشف لمقاتلين من حماس أو حتى استسلام قيادات من المقاومة الفلسطينية وكشفهم للأنفاق أو حتى زعمهم بأن المستشفيات باتت مركز لقيادة حركة حماس والجهاد الإسلامي كما شاهدنا في مستشفى الشفاء بمدينة غزة هناك تغير كبير فيما تعلق بهذه الحرب على الصعيد العالمي أنا أعتقد سيكون له ما بعدها إذن أسمح لي أستاذ المعتصم هل هذا التغير الكبير الذي يرى له أستاذ سليم يمكن أن يحدث أثرا ملموسا لإيقاظ هذه الحرب أكثر من سبعين يوم وغزة تقصف والمدنيين يقتلون والصحفين يستهدفون ولا أحد استطاع أن يوقف شلالات الدماء فهل يمكن أن توقفها الشعوب؟ كان في تصويت قبل أربعة أيام في الجمعية العمومية لطلب إيقاف الحرب في غزة وحصل تأييد جدا كبير وقد يكون هذا التأييد نادر لوجود جميع دول العالم صوتت على إيقاف الحرب باستثناء عشرة دول من بيناتهم دولة إسرائيل اليوم يعني أعتقد أنا أنه اليوم لدي إيمان جدا كبير في القانون الدولي أنه بالآليات أنه لح توقف هذه الحرب وعندي حتى تفاؤل كتير كبير وبتمنى أنه هذا التفاؤل يعني يكون حقيقي ستحاسب إسرائيل عن تلك الجرائم التي تتكبها اليوم في غزة لأنه أصبح النظام العالمي بشكل عام على المحك في وجود تلك الآليات ومدى تأثيره حتى وجود الأمم المتحدة ووجود مجلس الأمن ومدى تأثيره على السلم الدولي أعتقد وعندي إيمان أنه تلك الآليات ستحاسب إسرائيل عن تلك الجرائم وسيكون لهذور في إيقاف الحرب وكل يوم عم تمارس في إسرائيل تلك عم تستمر بهذه الحرب عم تستمر بتلك الانتهاكات عم يزيد الملف بالانتهاكات عم تزيد تلك الانتهاكات وتلك المسؤولية الجنائية على إسرائيل وعم يكبر الملف وخاص بجرائم الحرب وجرائم كثيراً نعم إذن شكراً لكم ضيفي الكريمين الأستاذ المعتصم كيلان المختص في القانون الجنائي الدولي كنت معنا عبر سكايب والأستاذ سليم سليم الكاتب والصحفي الفلسطيني كنت معنا هنا في الستوديو ولكم مني جزيل الشكر ومشاهدين لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساني مني الجديد كونوا برعاية الله وأمن